بالتزامن مع بدء مراسم دفن قتل الهجوم في نيوزيلندا دعت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا إلى حملة عالمية ضد أفكار اليمين المتطرف العنصرية وذلك بعد الهجوم الدامي على مسجدين في بلادها في هذا الإطار قالت رئيسة الوزراء أنها ترفض فكرة أن ارتفاع عدد المهاجرين يتسبب في زيادة العنصرية مؤكدة أنها تعمل منذ اللحظة الأولى للهجوم على توفير الأمن والأمان للمسلمين في مساجد البلاد تصريح أردن يأتي بعد أيام من جريمة قتل إثرها خمسون شخصا وأصيب العشرات جراء هجوم شنه مسلح واحد على المسجدين